كلهم على حق حكى المعافى بن زكريا في كتاب الجليس والأنيس عن عبد الرحمن بن مغراء قال جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال إني شربت البارحة نبيذا ولا أدري أطلقت امرأتي أم لا قال المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها ثم أتى سفيان الثورية فقال يا أبا عبد الله إني شربت البارحة نبيذا ولا أدري أطلقت امرأتي أم لا قال اذهب فراجعها فإن كنت طلقتها فقد راجعتها وإن لم تكن طلقتها فلم تضرك المراجعة شيئا ثم أتى شريك بن عبد الله فقال يا أبا عبد الله إني شربت البارحة نبيذا ولا أدري أطلقت امرأتي أم لا قال اذهب فطلقها ثم راجعها ثم أتى زفر بن الهذيل فقال يا أبا الهذيل إني شربت البارحة نبيذا ولا أدري أطلقت امرأتي أم لا قال هل سألت غيري قال أبا حنيفة قال فما قال لك قال قال المرأة امرأتك حتى تستيقن أنك قد اطلقتها قال هو الصواب قال فهل سألت غيره قال سفيان الثوري قال فما قال لك قال قال اذهب فراجعها فإن كنت طلقتها فقد راجعتها وإن لم تكن طلقتها فلم تضرك المراجعة شيئا قال ما أحسن ما قال لك فهل سألت غيره قال شريك بن عبد الله قال فما قال لك قال قال اذهب فطلقها ثم راجعها قال قال فضحك زفر وقال لأضربن لك مثلا رجل مر بمثع بسيل فأصاب ثوبه قال لك أبو حنيفة ثوبك طاهر وصلاتك مجزئة حتى تستيقن أمر الماء وقال لك سفيان اغسله فإن يك نجسا فقد طهر وإن يك طاهرا زاده نظافة وقال لك شريك اذهب فبل عليه ثم اغسله قال المعافى وقد أحسن زفر في فصله بين هؤلاء الثلاثة فيما أفتوا به في هذه المسألة وفيما ضربه لسائله من الأمثلة فأما قول أبي حنيفة فهو محض النظر ولا يجوز أن يحكم على امرئ في زوجته بطلاقها بعد صحة زوجيتها بظن عرض له وهو أبعد عند ذوي الأفهام من أضغاث الأحلام وأما قول سفيان الثوري فإنه أشار بالاستظهار والتوثقة والأخذ بالحزم والحيطة وهذه طريقة أهل الورع وذوي الاستقصاء والمشفقين على نفوسهم من أهل الدين وفتي أبي حنيفة في هذا عين الحق وجل الفقه وأيهاتين المحجتين سلك من نزلت به هذه النازلة وعرضت له هذه الحادثة فهو مصيب محسن على ما بينا إليهما من الفصل بين المنزلتين وأما ما أفتى به شريك فتعجب زفر منه واقع في موضعه ولا وجه في الصحة لما أشار به وقد أصاب زفر أيضا في الوجه الذي ضربه له وأرى شريكا توهم أن الرجعة لا تتحقق إلا مع تحقق الطلاق فأمر باستئناف تطليقة لتصح الرجعة بعدها وهذا مختل فاسد ولو كان كما يرى أنه توهمه لما أثرت الرجعة إلا في التطليقة التي أوقعها وتيقنها دون التي أشفق من تقدمها وهو على غير يقين منها ولو أن رجلا وكل رجلا في طلاق زوجته ثم غاب الوكيل فأشفق من تطليقه إياها عليه فأشهد على رجعتها وهو غير عالم بوقوعها ثم تبين أنها وقعت قبل مراجعته لصحت رجعته وكذلك لو كتب إلى زوجته بطلاقها إذا وصل إليها كتابه ثم أشهد على الرجعة بعد الوصول وقبل انقضاء العدة لكانت المراجعة صحيحة لوقتها بعد الطلاق الذي لم يكن عالما به